اشتركوا في القناة ليست ضمن كتيبة بيبو غوارديولا ومان سيتي حقيقة تكلمناها سابقا كل مرة تتأكد إلى أن يعني انكشفت الحقيقة تماما رياض محرز أكبر من مان سيتي خاصة مع العواجيز مثل فرناندينيو العاها ليعطاولو كابيتان وزدو كمل موسم هذا يعني شيء للغريب من بيبو غوارديولا لكن نصيحة هل من الأحسن يخرج من مان سيتي إلى ريال مادريد وكذا صراحة أنا بعد اليوم تأكد باللي مان سيتي لن تبيع ريال محرز صعوبة إلا إذا عاد القيمة المالية كبيرة جدا فوق يعني فوق 100 مليون أورو ممكن تبيعه فوق 100 مليون أورو باش تستثمر في البايع انتاعه ممكن تجيب لاعبين لكن بعد اليوم لا ما عندهاش بديل ما كاش بديل على رياض محرز بالمناسبة الناس اللي يقول باللي رياض محرز أهانوه وداروه في إيفار يقتع لا كراش وما لا كراش الرجل كان عائد من مرض وباء ربي يبعد علينا هذا الوباء إن شاء الله كورونا كورونا وباء هذا يضر من الناحية البدنية ومن العطاء جسم الإنسان يعني يخليه كما نقوله احنا الجهد البدني يقل الجهد البدني تعلن الإنسان يقل يعني بطبيعة الحال ما راحش يكون يلعب المقابلة تولفر همطن ما لعبش هذا الشيء طبيعي جدا المقابلة لمن بعدها بدي يلعب فيه وذا أمر طبيعي الناس اللي ما بنتلها ويكره قورونا صحيح إنه عنصري شوية نوعا ما مع الأفارقة وصحيح أيضا وقلناها سابقا باللي ميحبش تخلي ضمنه مخططة تعلق لكلون هذا ومحبش يكسر المجموعة اللي فيها دوبراين ويرو وكذا باش على جال لاعب على جال رياض محرز حبي حبي هذا من اللاعبين باش ما يكسرش من سيتي والضحيش كون هو رياض محرز لكن قناعة الآن رسمية راسخة إنه مكاش بديل مكاش بديل رياض محرز اليوم لو كان عنده شوية لاعبين وعنده مهاجم من سيتي ولاعبين اللي يديروا في هفوات كيما والكور كيما وهفوات بداية لو عنده فريق تنافسي فريق وقف على رجليه ما كانوا شي يكوصلوا سيتي لهذا المساوى الضعيف وكان رياض محرز يتقلق أكثر من هذا الشي أسيس وهدف مخالفة اللي تحصل عليها رياض محرز وكان رحي يسجلها هدف العاها الانجليزي اللي محابات اللي زانجليز شي معروف السير اللي انجليز يتقل الدور هو اللي رماها ورماها جاءت في الجدار ومبعدها جاءت المركنية وجاء منها الهدف أيضا أسيس من رياض محرز ندخلوا في الدفاصيل الفنية نوعا ما من سيتي لعبت بطريقة 4-2-3-1 4-2-3-1 4-2-3-1 رودري وفرناندي يلعاها وسط ميدان كاسترجاعي ودبروين ورياض محرز وفودان وفي الهجوم اللاعب المحبوب وقوارديولا اللاعب الإنجليزي رحيم السيرلينج قرأس حربا اللي أثبت محدودية المستوى تاعه هذا السيرلينج يعني لولا أنه لاعب دولي إنجليزي وكان مع مدرب اللي يفرض هو في شخصية تاعه ويفرض صوته وشخصيته على اللاعبين ما كانش يلعب هذا السيرلينج أساسي وكان احتمال كبير يكون في القائمة الاحتياط أو يبعد من نادي ما سيتي أو يباع لكن قوارديولا معروف معروف جدا قوارديولا محابات اللاعبين الإنجليز من الجهة المقابلة نادي لسيرل سيتي لعب بتاكتيك خمسة أربعة واحد خمسة مدافعين غلق جدار جدار المهاجمين لمن سيتي جدار دفاعي مكون من خمس لعبين وأربع لعبين وسط ميدان وفار دي كارس حربا واللعب بالهجمات المضادة المضادة والسريع الهجمات المضادة السريع بحكم أن فاردي سريع سريع جدا فاردي لاعب سريع جدا وأثمرت هذا الخطة على فوز كاسح خمسية مقابل هدفين من صناعة جزائرية هدف من رياض محرز وآسيس من رياض محرز هذا ما يبين ويأكد أن مانشستر سيتي في الدخل في النفق المظلم ليس من الآن بل من الموسم الماث نحن لا ننكر أن رياض محرز لاعب خجول وعندما نقول نحن بالدرجة تعني عاقل بزاف وهذا الفرصة اللي اغتنموها واغتنمها غوارديولا واللاعب وخاصة غوارديولا لأن ليس فقط سرليق وخروج سرليق والطريقة اللي خرج به سرليق في المقابلة ويفر عبطون اللي أثار يعني خروج طعب غضب اللي خلها نوعا ما أنه يكون غوارديولا في موقف معرج ليس فأول مرة بل أيضا اغويرو خرج أيضا في مقابلة عندها عام أو أكثر خرج أثناء خروجه كان غاضب أيضا وخروجه ونرفزان تاع اغويرو هذه تبين أنه اللاعبين كما نقول احنا حاوسوا يفرضوا شخصيتهم على المدرب والله كان دي كلان من تلاعبين اللي هما ما يتغيروش يعني هما أعميدات من سيتي والله كما نقول احنا هذا من الأعميدات هذو ما يحاولوا يفرضوا وجود مع اللاعبين جدد من بينهم رياض محرز الحقيقة صح ما نقدروش ننكروا أنه عاقل بزاف وعلى الشي طبيعة رياض محرز وأخلاق وأنه عاقل ويحشم وخجول لكن صحيح لازموا يدخل في طريقة لاعبين هذو ما ويلازم يتنرفز ويوجد عنده شخصية ويرفض الاعتياط مثل ما هما يرفضوا الاعتياط لكن قوارديولا الآن أصبح في موقف محرج من جهة رياض يثبت بالمستوى والإمكانيات والكاليتين ومن جهة أخرى يحاول يرضي اللاعبين الإنجليز والدولي الدولي الإنجليز السيرلين وفودن وأقويرو والأعميدة هذو ما وفيرماندين يحاول يرضيهم باش ما يتكسرش الفريق وإذا اضطر الأمر اضطر الأمر أنه يمكن يخرج رياض النحرز احتياطي لكي لا يكسر المجموعة ويكسر الفريق محابات للعبين اللاعبين يسموهم كوادر أو للدولي الإنجليزي وإنجلترا بصفة عامة ممثلة في رحيم السيرلين لكن نرجعه ونقوله رياض محرز أحسن لاعب في مانسيتي ب7.5 كتنقيد لموقع هوسكورد أحسن لاعب في المقابلة عن جدارة واستحقاق لأنه يسهلها رياض محرز دايما كي قلتها ونعودها دايما متألق دايما يجاوب فوق الميدان ورياض محرز قلتها ونعودها وكلم واثق من كلامي لو لعب مقابلة أولمبي كليون منذ البداية كان رح يكون سيناريو آخر تماما لكن محابات لزانجلي باش يرضى وعلينا الإنجليز هذا شعار بيبو قور ديولا أخرج منشيستر سيتي من المنافسة الأوروبية والآن رح يبعد منشيستر سيتي من الدوري الإنجليزي ممكن مزال يعني في بداية لكن بالطريقة هذه يجب غرب لت الفريق عاود شراء لاعبين بناء فريق جديد الاعتماد إلا على اللاعبين ذوي المهارة والمستوى أما محابات الإنجليز رح تنتهي بخروج من الدوري وإقصاءات منتظرة نتمنى كل التوفيق لرياض محرز وحظ موفق في قاعدة من مباريات ملاقاتنا مع مزم الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته